موسيقى على رأي المسل رجل بره ورجل جوه إلي تشوف سعادتك على العموم إحنا عندي لها ممتلكات جايباننا النهاردة أسعار خرافية عال 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 بيعوا كله واختار أعلى العروض حظ يا فندي أستاذي منا ما أشبش أهوى لسه ولا أقول لك بلاش أحسن يمكن تعمل لك حموضة في ميزة طب يا فندي أستاذي منا ألغم بروك سافر الله يبانيك فيك مع السلامة شكرا شكرا صباح الفل يا أعيش ببروك ساعدتك ألغم 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 يكبرنا أخيراً، أصرف عن طراسة ورقاً للأقوى لأصحابها ماشك، ماشك، فضلوا متشك، هي أعمل يا أهوة، سنية خاضر يا سيئ، أحمد هي يا عم، إحنا عايزين نشرب شربات هو فيه من أسباع سنة، ليه؟ خاضر سنية نعم يا سيئ نعم اسمعك أيوة، سيئ أعمل شربات حاضر بقول لكي؟ نعم كش يدك في السكر حاضر سعر اللي من ذلك لبقى فوق، فوق، فوق خالص حاضر يا سيئ، بقول إيه؟ نعم نعم نعم، أصغر كبيات عنك ها هم؟ أهلا وسهلا أهلا، 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 أهلا يعني إخوانا، بقى لكم مدة طويلة ولا سألوش، سنين طويلة ما سفتكوش أصل ما كناش حاوزين نزعجك والله يا بيه الود ودنا يا عم ما ننسبكش أبداً آه طبعا طبعا، طبعا ما نعارف هم؟ إحنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر وكانت فرحتنا تكمل، لو كان البي صغير لسه عايش هلا يرحمه بقى ربينا يباش بشتوبة لتحت راسك يا فريد يا ابن الغطري في بيه هم؟ وإزاي زحة ساعتك دلوقتي؟ بم، بم، والحمد لله إن شاء الله دايماً يا عمي سلام عليكم عليكم السلام يا عبت الله مش ديه منزل أبول غطريفي يا بيه من عين المحمودية مركز البحيرة؟ عاوز حاجة؟ أنا الشعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة بجوار الأسكندرية يا حمم يا حديد إيه يا جدا عندك؟ شايفني بقولك لله؟ بقولك عزة أبول غطريفي كسيمه يا محمد، خليه خش أطلب كسيمه يا محمد؟ اطفضلاً خش الزقib أبول غطريفي بيه emailed أبول غطريفي هنا يا أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً زكHAب الغطريفي أهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً والله، يا عبد غطريفي قلتني بيه قلتني فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك أنهم ركعوا لك فلوسك وممتلكاتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا إنما أقول لأبا الغطريفي حاجات كثيرة رجعها لك يا بغتك يا عم أنا عليك بردة أنيالك بس إيه رأيك إنهم طلعوا جدعان في الحركة دي أنا برضو طيح هتتهنى بفلوسك قبل ما تموت فالله ولا فالك بعد الشر عليك يا عمي أهلا وسهلا عارف يا أبا الغطريفي بقالك التين قوي ما جيش إسكندري من ساعة ما كنت جيت أقدي في مكتب التنسير قال كنت عز أخش الجامعة الجامعة إيه يا أبا؟ تمانية وارمعين في المئة دخلوا جامعة أنت كنت بتشاب الشرباط أنت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي قربنا من بعيد ده آه لا زي أبوك يا شعبان أبويا مين بقى؟ أبويا ما خلع من زمان الله يرحمه أنتم مش كنتم بتشاب الشرباط؟ ما تجيبوني شرباط حاجة ما أنا يا أبو الغطريفي أحب بقى وجامد حقيقي مفيش مناسبة أتعدي ألمون بالواجد حد يموت أروح أعزي حد يعيه أروح أزور حد يتتل أروح أشهد يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا طيب يا شعبان إحنا متشكرين العاف ده واجب علينا فأنا مقى يا أبو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الإصلاح الزراعي في المحمودية ولا إيه بقى؟ يا شعبان نعم قلت لك إحنا متشكرين ولا بقول لك العاف فأنا بيه بقى؟ بيهت عبان وعاوز إستراليا ما هو أحد مستراحة هو؟ ما عالش برضو يعني نمشي؟ تعيشوا نجام لك طيب طيب أنتم مش هتغدوني؟ الواحد يروح أي معزة ولا أي ماء التام أوه هي بيتغدى هي بيتعشة ده صافر يا أبو ده أنا جامل محمودية لغاتهن إن شاء الله في المناسبات السعيدة ما هي مناسبة سعيدة هي؟ ولا دي مناسبة إيه لأبنيل؟ وبعدين معاك يا شعبان قلنا لك البيه عايز يستريح طيب طيب خلاص إحنا برضو يهمين راح تلبيه؟ ما لزمش أي حاجة من البلد يا بلغة طريفة بيه؟ مشكلين يا أخوة طيب يا سيد رباني خليك ليلة سامو عليكم سامو عليكم سامو عليكم إنما الشربط ده عريحة ولا مسبوط هههه ههههه يزا حلو سامو علي سامو عليكم وارزلو يا سعب تلبيه ده ولد غالبان ولا غالبان ولا حاجة وجعلنا دماغنا على فكرة يا جماعة أنا نزم متعدا معات غدايا جيه ومقالوا يا عمي أيوة وأن على فكرة برضو باكة المسطوق والدكتور ما نافي علي كده والبنت عمت هنا بتطنط على قدي ربينا دي كان صحة يا سعب تلبيه وفيه هنا مطعم قريب أو من الفلة إنه مرخيس أوي عارفين يا عمي مع سبيل مع سبيل على فكرة ما تنسوش لهم في البلد إن أنا جاي قريب على شارب ونظفول البيت حضر صاحب مع السلام يا عيد للقيسي عشان يخلقăng العربية رقز غزمه 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 فلتك أنا اسكتري لفديتين غزمه 50 ميون إرجى بفاردة واحدة شعبات، تدخرت كده ليه؟ وإيه اللي عمل فيك كده؟ أنا عارف يا زينب، روحت يا جامل، نشروا مني جسمتي روحت عند قريبك الغني دي؟ لجعت بفلوس بالكوم، أنا عارف حيعمل بها إيه؟ هو ربنا يبعث بفلوس بالكوم من حيث لا يادري وأنا تتنشي مني جسمة الياتيمة، دنيا بالحق قبل مانف نعم أبوي شمعني؟ هو أنا دخلة معاك قافية، أنا بكلمك جد وأنا زعنا عشان الجزم؟ مش مهم الجزمة دلوقتي خلينا في المهم هو في أهم من الجزمة بتاعتي اللي راحد؟ وبعدين معك بقى؟ طيب خلاص ما زعنيش أبوي يا مستنيك النهار يا مهري سويد، ليه كفل الشر؟ بخص عليك يا شعبان أنا شر عشان تيجي تخطبني، ولا أرجعت في كلامي؟ أرجع في كلامي؟ ليه كلام برضو؟ وأنا يبدك الساعة لما جمعنا وإنت يا زنبتي تحت ساعة بواحد؟ طبا، أبوي يا مستنيك النهاردة الساعة سابعة يا وطب بس أروحه إزاي وأنا من غير جزمة؟ عديس بلا جزمة إخوه مش مهم الجزمة دلوقتي روح أشتري له الجزمة جديدة أشتري جزمة بس إزاي؟ وإحنا النهاردة كم منه في الشهر؟ دي الجزمة دلوقتي بستة جنيه وربعة وربعة، اللي هي عن العيال حق أنيين قوي طب خلاص يا أخوي، روح أشتري جزمة نص همر ولا أنت بتتحجج؟ هتتحجج إزاي بس؟ طب حقولك على حاجة ممكن نروح له بزنوبة؟ طب قرأي أخته بزوبة؟ بزنوبة وبعدين معك بقى؟ طب خلاص ما يزعلش؟ أنا عروح أستلي بجازمة من واحد الصاحب لغد آخر الشهر يا سلام عليك يا شعبان ما تجيب قبلة؟ وانت حفي أهلاً وسهلاً يا ابني أهلاً بك يا عمي يا مرحب مرحبتين ما تقول حاجة يا ابني هاوليها يا عمي ليلة الله أنا عندي فكرة أنك زميل زينب في الشوق في الإصلاح الزراعي أهلاً وسهلاً أهلاً بك يا عمي ما تتكلم يا ابني هاول إيه يا عمي أنا أصلي حضرتها قبل كده ما ياتم وأفراح وطهور إنما أول مرة أحضر خطوب وما عرفش ما يقوله إيه أقول أي حاجة يا ابني أقول أي حاجة وأنت مش إنت عارف أنا جاي ليه الله يجازش تهلك الله يجازش تهلك الله يجازش تهلك إنت كمال يا عمي عشان شاطين إحنا الاتنين يجوزوا بعض هاهاهاهاهاها حلوة هاهاهاهاها على كل حال يا ابني مدام إنت عاوز تتجوز زينب وهي موافقة خلاص الدنيا وما فيها الله يكرمك يا عمي الله يخليك أيوة يا ابني بس لازم نتكلم سويا في الإجراءات إجراءات إيه يا عمي؟ هو أنا حتعين في الحكومة؟ هنت حكم ولا إيه؟ لا يا ابني أنا قصد الإجراءات يعني الشبكة والماء والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني أنا ما يقدر إيه ليدك دي يا عمي قول ليه إنت محوش كان ليه؟ ليه زي عشان تتجوز شوف يا عمي أنا مهيتي 28 جنيه وأربعتاشر ساعة قلتم تقول لي محوش كم؟ ما هي جهزيك يا عمي مهر إيه وشابكة إيه؟ الحاجات دي كانت على أيام كنتم الحاجات دي بدتت خلاص دلوقتي حتتمسك بالحاجات دي وحيات النعمة دي بنتك حدبور ولا حد حيسأل عنها حد لاعي علي الثاني يا ابا الأيام دي شوف يا ابني أنا لا عايش شابكة ولا عاوز ما ولا عاوز حاجة آمل أنا عاوز الشقة اللي هتعيش فيها عندك شقة؟ شقة؟ ما تشوفها ما أقول لك أصلاً كنت ساكن أنا أبوية وأمي في شقة جيها أبوية مات أمي ماتت بعد إيه؟ الراجل صاحب البيت طلع نادل أنا أبوك ما كانش بيدفع الإيجار طردني بس أنا دلوقتي قاعد في قوضة إنما إيه؟ حلوة قوي قوي ما فقاش لا مية ولا نور ولا هوى بس شرحة وعيز تسكن بنتي في قوضة سيدي؟ لا طبعاً يا عمي ما صحش ومال هتعمل إيه؟ هنقض عندك أتجوزها وعد عندكم عندنا؟ انت تقعد في قوضة وأنا وزينا نقض في قوضة إيه شيئتك المطرحي معي؟ يا عمي آتي يا عمي آتهم يا عمي آتهم يا عمي آتهم يا عمي آتهم كم قوضة إيه يا عمي؟ دانا البنتين بأولادهم قاعدين على نفسي هنا ومش دابنتك برضو هيحصل ليه لا عمي آتهم وانا تبنت منها على حظاني دي احنا يا ابني ساحة الصبحية بنقف على دولة المية طبور ولا طبور الجمعية طب ما تعمل قطوع في الصالة، حقول لك على حاجة انت مش عندك بلكونة عندي قفلها واقعد فيها انت امراضك وانا والعروسة نقعد في القدرة بتاعتك اسمع يا ابني اللي عاوز يجوز بيجي جاهز عنده شقة عنده شقة ايه اللي شقة شقة؟ هو أنا سمسار ولا عريزي عمي اسمع يا ابني تحضر الشقة على عيني وراسي ما تحضرش الشقة مع السلامة سبك يا اللي بره فضل، فضل طب يا عمي ما قولك ايه انا مستنيك يوم ما تقولي انك جاهز وعجبت الشقة كده برضو تكسفني يا عمي مع السلامة طب يا عمي طب يا عمي مع السلامة طب وانا جيب شقة منين دلوقت طب انت كنت بها بتجري وراها ليه وتخلينا تعلق بك لما انت ما انتش عايز تتجوزني انا مش عايز اتجوزك ايوه ما انتش عايز تجيب شقة اهو طب انا جيب شقة منين دلوقت طب برينا اعمل ايه اضل واضي حكمته ده اقلي شقة بلدنا دي خلي واحد الفين جنيه يا أخي بدل ما تفضل سلبي وتقولي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب تعال نحط دماغاتنا في دماغات بعض وندبر حالنا لا دماغي ولا دماغك فاها فلوس يبقى ايه فايدة دماغتنا وبعدين معك بقى يا شعبان انا لقيت الحل احنا لو حويشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقة بس بعد سن المعاش حلوة تبقى للورصة يعني بقى لا انت عايز تجيب شقة ولا عايز تفكر تفكير سليم وكمان عملته هزرلي انت بان عليكم الشباب اياهم اللي عدوا قد وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزهمش اني اني منظر واحد يعمل حاجات اللي انت بتقول عليها دي من فضلك ما تكلمنيش انا تأكدت بعميلك دين انت ما بتحبنيش يا زينب انا عايز دقول من فضلك بقى تأتوا علاقتك دي خالص وتنسى انك كنت تعرف واحدة اسمها زينب حتى صباح الخير ما تقولها ليش زينب يا زينب عودي يا زينب عودي اهلك في انتظارك يا زينب انتلعى الزلامة انتلعى الزلامة اهلاً 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 يا زينب اهلاً يا زينب ده ايه النور ده كله يا زينب اهلاً اهلاً هتشتغولي ولا ايه ورايا ورايا في كل حتنا واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك تقولوا عمرنا مناش قيمة من غيرها اهلاً ويه انتو زرينوا في الجنينة ده ده فل وياسمينة سعبت كبير هعمل ايه انا بالفل والياسمينة عاوزيني ما تداعوا نظر وش ده من سيادتك بحزرها وحاجة مفيدة ليها فايدة ارئيم ملوخية شوية بامية مش تقولي نظر وش حم معك حال يا عدن يا سعبت لي معك حال ولدي العزيز فريد تحية طيبة وارجو ان تكون بخير وبعد ازف لك هذا النبأ الهام فقد عادت الحراسة جميع املكنا وقوم الآن بالتصفية وسيتم بلك كل شيء خلال هذا الاسبوع وما ان احصل على المال حتى ااتي اليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة اخرى بعد طول انتظار اتمن الجميع هنا يعتقدون تماما انك قد مت فعلا والحمد لله ان هذا السر سللنا محتفظين به طوال هذه السنوات اوصيك بنفسك حتى علىك خريبا جدا جدا بإذن الله والدك الغطريفي شكرا جدا السبعة من خير بل دك خمس تشوي لتصمات يوح جاة روح استلمت الصباح للهو يا جداعا صباح الخير ما تعبرونا يا خل ده احنا ناس جدعان قوي غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بوم به مرة واحد تلعب معاش معرفش ينزل حلوة بلاش طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي بزيادة يعني بلاش دي بلاش لقيتها لقيتها يا زيادة لقيتك حال حاجة بالشكل بس في عمض جاه النامي خد ودي معاني حلق ايه اهو كنت عباريلي نحسا من الساعة انت ما كنت مغازماني ولا ما بنامش الليل يوح اللقب يا شعبان ولا بتهزر قريبا هزارش انت عرف الراجل قريبا الغالي قوي ديه ماله ديه اللي انا صرت به لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي طب ده هيعملك ايه لا هيعمل دي كل حاجة بكيش دعم انت بس انا هسترف معاه ده بيحبني قوي ايه ايه عرفت دليل انه بيحبني قال لي ايه ايه قال لي زي والدة ايه ايه شوف الراجل وحلوته لما يقولني زي والدة تستنيني في البيت النهار رضا حاجينيكم معاي حال سلام يا حبة القلم مالهي بقبلي صباح الخير يا بلغة طريفي بيت ده شعبان ابن محمود طريفي قال لي انت ست ولا ايه يا بيت تعمل ستكش خير خير ان شاء الله انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده بكلمتين بقول عايزيه بقول يعني قص انا زي ما تقول كده يا بلبيت داخل على مشروع جواز مبروك الله يبارك فيك وكنت بقول يعني يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول الله ما تقول يا ابني وتخلصنا حاضر يا بيه تسمح لقعد يا بيه انا زي ما تقول كده عايز شاء تكونش فاكرني سمسار لا يا بيه العاف ولا سمح الله انا بس بقولي يعني ان احنا قرايب واني من لحمك برضو وانت كبرني واليادي العقولي ايه خيره من اليادي السفلة ومن قد مشيء بيه ده التقاه ايه يا ابني وصلوا بالشحاتة ده عايز ايه الشحات ليه يا بيه لا سمح الله انا بس كنت بقولي يعني عايزي من حضرتك الفين جنيه سلف ايه سلف ما تتجي عسي ما تتجي عسي يا بيه ماهم اني اعايز الفين جنيه سلف وحردهم لحضرتك كل شهر اتنين جنيه حكتبلك بيهم كمبيالات برضو محدش ضمن الموت من الحية عارف يا بيه الشقة اللي انا حاخده تلت مطارح ربنا حيكتبلك في الجنة تلت مطارح بعافش اطنيتهم ايه الولد المعتوه ده يعد الجوان يلا يا شعبان فرصة تالي فرصة ايه يا بحب جوان يا بلغطريفي طلع الولد ببرا انا مش نارسك مش عايز واجع دماغ اخص عليك يا بلغطريفي اخص اخص حاضر حاضر بس ايه بس زيادتك اتعال هو انا عملت حاجة زعل لا ابدا بس تعال معايا يلا يا بلغطريف طب خليهم تلتجنيه كل شهر يا بلغطريفي اتلع برا طبع برا في ايه هتقدر فرصة كلاتها فين خليهم على قلبك كده طب يا بلغطريف بطل اهلا يا شعبان افن انتوا بعتولي ايه الحالة اللي عندكم؟ حالة؟ هو سيعتك يا فندم غلط ده العيان فوق في الدور الفؤاني انا مش دكتور انا السباك مين يا دينك؟ هو ده البيض سباك يا امه هو حضرتك سباك؟ ايوه يعني بتصلح حرفيات وبوابير جاز ايوه بطل بطل من الوطل ايوه Kiss من فضلك نشف المياه علشان اعرف اشتاق لا تطميني ما تتخضيش انا مش قلتلك تطميني يا هنم هو الحساب كان يا حضرت جنيه كشف و جنيه تغيير القلب ايه بقى الحساب كله؟ 2 جنيه؟ 3 جنيه علشان فيه جنيه رسمة لوح سلة دكتير يا حضرت من فضلك انا محبش حض يفصلني في شغلي ابدا طب و و و عشان خاطري عشان خاطرك من هير فلوس لا انت حجب علينا يا اخوي خد 3 جنيه بتوعك هون خضر 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 يا باك امشي امشي مع السلامة 3 جنيه تصلحنا فيها يا عالم انا عارف انت ماشتغلتش سباك ليه يا شعبان سباك؟ عيب يا زينة عيب ده ده راجل محترم ده ان اهلي صرفوا عليه دم قلبه انا معاك السنوية عامة رحت مدارس و جيت من مدارس وبتدت من جدولة ضربة وقالب بهته ده كفاء الستاتيكة والديناميكة و مركز السيقل وتقولي لها ما سباك؟ تكونش قابل تقريبك الغني؟ ايوه طلبت منه ألتين جنيه ألفين جنيه؟ طب عارق اتفضل بقى أبويا زمانه جاية دلوقت قولي وجبت الفلوس الحمد لله انا طلبتهم بس ايوه حدهم لك امتا؟ مش حدهم لي هم ليه؟ طردني طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشانا تحالي على ابوكي كمان مره تحالي على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايا لو سمع الكلام الفضل اللي انت بتقوله ده حيمنعنا اشوفك خالص طب اعمل ايه بس انا يا زينة؟ العنبه اصيرة واليادة قصيرة اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ اشتركوا في القناة ايه يا حزاري؟ اعملت الدكتور بارو؟ باتبو اسمن الليل والدكتور عنده فوق هي دي اول اسمنو ده بسابعة الروح خير يا دكتور؟ بيبقى يا فحيطة لكن ده صحيطة كانت تحسينت كتير دي حاجات تفعت ربينا الله يا حزاري ايه دنيا؟ البقى في حياتكم جميعا يا اخواني البقى في حياتكم ما بقى الا وجه الله والله ما بقى الا وجه الله يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس ايه دنيا؟ امشي عدل يحتار عدوك فيك امشوا زي الجزب في الدنيا لا تتضربوا بالصورة معنا دماغيتكو في الاخرة ايه كان امير كان امير ان شاء الله تبقى تشوي في مرجوهنة يا غطريفي انا هيخس عليك حاجة لو كنت اديتني الفين جنيه هفك نفسي بيهم في شقة ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مرة امير كان امير يلا ربنا سمحك هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزب في الدنيا لتتضربوا بالبلغة القديمة في الاخرة انا بقولك اهو يلا يلا اعملت احصر بالممتلكات وحسبت التلكة طبعا حوالي ستة مليون ونص ستة مليون جنيه ونص ايه دنيا؟ المعزة خلصت صحيكم مشكولة الله يرحمك يا بالغطريفي صحيتني ليه يا عبدوان؟ كنت يسيرني نايم علشان انسى انه مات يلا يلا انت بان بقول ليه يا عبدوان؟ هو المرحوم كان مواصيكم ما توزعو السجاير حفاظا على الصحة العامة؟ المعزة خلصت طيب هو انت مش هتعشولي؟ يلا بقى يلا امشوا زي الجزب في الدنيا لتتضربوا على افاكوا في الاخرة ها خلاص؟ ما بقشك حاجر؟ خلاص كله همشي طيب مني كل واحد هينوبوا كم من الوراثة؟ هبرا جمجة اقل واحد فينا هينوبوا مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا انت بتحلمي؟ احنا مش هينوبنا إلا ملاليم ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثة شارعيين؟ في نظر القانون احنا ورثة من بعيد احنا حواشة من ضمن عشرات غيرنا من حواشة وكل من هبه ودبه من قرائب هيصاره ويطلبه بالمراس ده غير نصيب الحكومة يعني بعد التصفية كل واحد مننا حينوبه ملاليم لا ده زم ستة مليون جنيه يتيروا مننا يتيروا من قدام عينينا عوانطة مفيش غير حل واحد ايه هو؟ ان ابنه ما يكونش مات يعني ايه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت ولو كان عايش كان حيورس لوحده اسمعوني بس ابنه مات ده صحيح لكن الحكومة متعرفش انه مات علشان ماتش في الخارج مزبوط؟ لو جبنا واحد وقفوا قدام الحكومة وقال انا فريد الغطريفي حياخد السروا كلها يعني اصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي بالضبط وهي الحكومة بريالة عشان تصدق اي واحد هيقف يقول انا فريد حيقولولو اهلا وسهلا يا سي فريد يا نريمان في نظر الحكومة الانسان مجموعة اوراق شهادة ميلاد فيش وتشبيه بطاقة شخصية الى اخرج مزبوط مادام فريد هرب لما حطه ابوه تحت الحراسة وبما انه مش هيرجع علشان مات ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود ومين اللي حيزور الاوراق دي كلها وازاي سيبي العملية دي علينا الفلوس بتعمل المستحيل ايوا بس دي لعبة خطرة جدا علينا ولا خطرة ولا حاجة وحتى لو كانت خطرة خطرة علي مش علينا احنا لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة اه موافقين انا موافق انا ما عنديش مانع طب مين الشخص اللي حيقبل حكاية زيدي موجود وكل المواصفات منطبخة عليه غالبان محتاج سازج مش طمع ومعطور من شجرة يا شعبان شعبان انت عملت ايه يا شعبان عملت ايه فيه وقيل الإصلاح مزا حبيب وقال هاتول الوات شعبان ويه لزا حبيبه انت بسألنا يعني العلم حض الله دميزك دفطة القباني من هنا وقال هاتول الوات شعبان من هنا تعال معاي اتفضل انت متحول التحقيق يا سيد وحيتقسم منك نص شهر ليه بس يا بيه البقين خاصة وانا مهالي هو انا كنت باكلها ايه؟ انا مليش دعوة الاباني بيقول كده وانت مسؤوليتك البقين طب مش لما تبقوا السبتون الاول تبقوا تخصموا مني ده المواصف ظهرات يا بيه الله عبالاش غالة ما بقى لما البند في الميزانية يسمح انتزبتك اربع سيلي والبند لسه ما سمعش اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أهلاً، أهلاً، أهلاً سلام عليك، تعالى شاية ولا؟ ما فيش داحة ما فيش داحة ولا؟ المجلة العيلة عايزك لأمره مهم جداً هلت مين؟ هلت لك؟ ما أنا ما قداش شخرك دلوقتي أسعد البيت بس تعالى معايا، تعالى دي فيها أربع كيام خاص، المهيت تروح كده ولا يهمك، تعالى بس تعالى خلاص، فهمت؟ ها، قلت إيه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت إيه؟ ورحمة الغطري في ما نفهم حالي أنا عايزك تقولي الكلام الأول عشان أنا فهمي تقل شوية حتوقف قدام الموسط حيقولك أنت فريد، تقوله أه والباقي علينا أحنا أقوله أه والباقي عليكم كل حاجة معمول حزان بمنتهى الدقة أنت مش كنت بنتدور على ألفين جنيه؟ خلاص، هتاخدهم وتتجوز خطبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا سبيانوا بنات وبدل ما الفلوس الغطري في بيل اللي كسدها بعرق جبين وتروح تستنى في العيل طب، هو يعني المبلغ كام انت ملك معه! أنا مالش زي? مش أنا اللي حستلمها مش أنا اللي حاولي dissertation افرد يا بني أي مبلغ انت ملك." انت حتتاخد الألفين جنيه الباقي ما لك شي دعوة بيادي الأفلوس نحني معها يوه بس كم يعني المبلغ وانت ملك يا أاخن يا سيدي رелич وقوله المبلغ هاتف الى شعبان 6 ألف جنيه؟ لا! 6 مليون! هو الكم؟ 6 مليون جنيه 6 مليون جنيه 6 مليون جنيه 6 مليون 6 مليون 6 مليون جنيه أريد أن تدوني ألفين جنيه مش كده؟ لا لا يا عبد الجواد لازم أتزودهم شوية خلاص خليهم 3000 ولا أقول لك 4 لا يشيء 4 ده كتير قوي شوفوا يا خالنا أنا عاليا معاكم اللعبة دي بس أخذ نص الورث انت مجنون؟ لا حرام وانتو كمان حرامية ومن حضر القسمة فليقتسم لا يفتح الله يلا ورينا عرض اكتافك فتوكم بعافية السلام عليكم تعال يا رفا سيبيه خليه يغور في ستين دهية نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا لكي حعم هنديلك عشر تلاف جنيه النص خليهم عشرين ألف النص يبني ورانا بصاريف كتير النص طب خليهم خمسين النص لا غور في ستين دهية بقى هو ايه اللي غور في ستين دهية هو احنا قدامنا حل تاني غيره ايه جريهاته ما تضيعوش يبني احنا عربعة وانت واحد نفرق بالعدل النص طب خليها التلت النص موافقين ده انت طلعت دهية موسيقى 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 المترجم للقناة 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 الطميل ايوه انا انا انت فريد الغطريفي ايوه انا فريد الغطريفي معك بطار لا ايوه ايوه معي البطار طبعا فين الشهود انا عبدالجوان محمد الغطريفي ايوه والشارد التاني اعرف مبروك للي عدم الشارع اي اوه بيتا يقلي بقى نخرص من الشارع عشان نستلم الفلوس العقود جاهزة والشارع جاهز ومعنا معا بكر ايوه انا خد اللاهياله بقى ام انتا كريم يا رب اعطى للاوريع كلها تمام تمام يا فن وانتو الفلوس اللوصلت لكم مزبوط مزبوط فريد بي ممكن تمضي فريد بي فريد بي نعم ممكن تمضي كمان بحرين يا رب مبروك الله يبارك فيك وعنستلم الفلة امتا؟ بكرا ان شاء الله وباقي الممتلكات في خلال تلت يام علي خيرت الله السلام عليكم السلام انا مليون جنيه لوحدك وبتدق على تلاتين جنيه يلا زكتان عني وعنها فيتي اقبلوهم على عناكم ان شاء الله حتشتربوهم شش وتحطوه في عناكم وتتغمسهم دكو نقطة سلام عليكم عارتين يا فريد بي رجع البلد قبل ما اغرب ما يدك البلد ده انت تجننت؟ انت تنسى البلد ده نهايي ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدك ومعاك تلاتة مليون جنيه؟ ايه يعني؟ شوف بقى انا حابني مسجد حابني مسجد وهعمل مشروع تربية دواجل وحاكيب جمجموسة على معزتين واعمل اصلاح زراعي خصوصي نيكاية تقتل الوكيل فريد بيه؟ بلد صغيرة زي بلدكو الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها مش هيستغربوا ايه وطبعا هيستغربوا انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى شوف انت بقيت فين وهي فين؟ لا 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 يا نريمان هالم إلا دي على كل حال انساه دلوقتي وبعدين هنلاقيك بيت صرفة وصرفة طب انا حعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهرة هناك الناس ما تعرفش بعضيها وما حدش هو دعوة بحد ايوه بس لا بسش هو دا عين العقش ولا يا سيدي حدبرلك عيش اقباه في القاهرة انا بيتي موجود وطحت امرك ولا جاهزه في خدمتك؟ ولا بيتك ولا بيتها بس 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 انت حاجد خنقم شوفوا انا عان اهلا وسهلا انا حنزل عند نريمان هالم لغات ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته بس انا عايزة اروح البلد برضو ليه ثاني؟ معلش مشوار ساعة الزمن نوصلك ونستنانك بس قوعد جيب سيرة لحد ايه انت فاكرنا عبيد؟ عنك وانت فاكرنا عبيد؟ ولا فاكرنا عبيد؟ ههههههههههه часов والله فاكرنا عبيد يعاني سينا مج مج exchange شعبان شعبان انت كنت فايلEurope وكيد الاصلح ساقل عليك وخصملك ثلاثة اياب وقال الي الراجل دا مينفعش يسبب بالبط كنت فايلش عبین dzه شغلتني عليك د انا رحت الحارة وبعدث اسأل عليك قال ايه قالولي في افل على البيان وايه الشنطة دي؟ ماذا كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصلا اريه قاللك كنت اكمش وار ورايح مشوار رايح فيه؟ نازل مصر نازل مصر؟ ليه؟ لقيت الشغلان هناك إنما هيه هيلة ايه؟ تتكلم جاي؟ طبعا يا زنوبتي طب وانا؟ مهاني اه اني جاي لك عشان كده يا زنوبتي اني 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 هاروح مصر يعني يعني هارستق حالي وروق الاناني واجهلك على طور مرة واحدة لا مرتين يا زنوبتي مدفوق يا شعبان واطوسة مش لقين خلوة هنا حنلاقي في مصر؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا حيسهل بس انت فاكيش دعوانت؟ طب بس انا مش فاهم حاجة خالص مهو اه اني انا هشرحلك بعدين بس قصت الوقت دايق وفيه جماعة غرابي اللي هم يشافون الشغلانة بتاعت مصر دي مستنيني بره عشان عشان نروح سوا اه تاك شعبان زين اني اه انا اني انا عايز من يبطالها ايه اعايز اشن سلم اشن انتر اخر مالا عايز ايه عايز كزينب ساعة المغربية وحينما يميلي قرص الشمس الدامي بين الاطلال اسكوريلي فتك بعافية مع السلام يا شعبان ما تجيبي ما تجيبي قبلة ساخنة اوه يا شعبان طيب فتك بعافة يا زين مع السلامة يا شعبان خلي بالك على نفسك ودي يا شعبان اهلا 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 سعدت روكين الحمد الله على سلامتك كنت فيه في المقر الصيفي بتاعك ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي وكنت اندلل الرجلية الشمال في المية زينك بعثت لي تيليكس عارفين انت تيليكس قالت الولى الوكيل زعلان زعلان ليه يا ولا ولد ماكبرق ليش ولا تجزيلي على سنانك نحسن اخدك باللوكش على قشك انت بيخوف بوك العيال انت مرفوض وانت كمان مرفوض هتلبس جرفاتها زيني يا راجل ككرفت في مفصلة امشي اولا انت مرفوض ككرفت في مفصلة وحشي فاضل يا فريد بيت فاضل فاضل بيت بيتك محاسن محاسن ايوه اهلا عمد الله ع السلام اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا اختك ست زريفة او بان عليها انني منهاني ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ها يردومي الحمام جاهز يا فندم، أي خدمة؟ لا، من شكل، من شكلين قوي شكلين قوي 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 ها، فريد فريد بي، فريد تفضل ماذا هو؟ ماذا، مش ح無قا؟ أحرم عليك، كده تذكراتي هاي اللي انت بتعمله ده؟ انا خاف عليك تجيلك لازلة بردة ولا حاجة تنزلك الليوز طبعا اتفضل اتفضل ايش رب لا انا انا ما باشربش الحاجات دي اشرب دي حاجة بسيطة لفرفاشة بس انا خاف لا تقلب بغم ما تخافش طول ما انا جنبك مش هتقلب بغم ابدا اشرب نه هنبط انت اذاك تتصور انا ساعيدا بك قد بيه يا فريد قصدي من يوم ماشوفت تكنت عيجب ديه كذب؟ كذب ديه؟ آه أصلي من يوم ما طلقت جوزي وأنا عايشة الوحدي وحضرتك اللي طلقتيه؟ آه هناك كانت زائغة مع أن كل اللي يشوفني يقولي مفيش أحلى من كده وإنت رأيك إيه؟ أنا بس غادة تنزلك اللي وز ما تخافش من يوم ما طلقت جوزي وأنا عايشة في البيت ده كله الوحدي مش لقي الراجل اللي يملاع علي ربنا وفاقك وارزقك بالنحلال لو لقيت وأنا عفديه بعناي حل وقوي اللحمة ديه ديه منه مكمل كيلو اسمع يا فايات أنا عايزة أقولك على حاجة مهمة قوي خد بالك من عبدالجواد والعيلة كلها دول ناس تماعين قوي بقى ما تخافش علي بس هيدة اللحمة دي بتلو 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 فريد نعم أنا شايفك مش مستريح في القاعدة تحب أشلك الشنطة بمعرفتي؟ لا، داني مستريح قوي حد دي بقعد على ثلاثة مليون ومش مستريح ومش مستريح هال أنا هدخلك دنيا حقيقية هخليك أسعد إنساني أنا عايزة نعم طيب يا حبيبي مش كده أه مرس اللحمة دي هيلح متلو اصبحوا على خير يا غدة رشيد ربنا كتغينا من نحمدكم صباح الفل يا فريد بيل أنا يا عبدالجواد بسمي لي صباح الخير يا عبدالجواد ايه اللي مسحيك بدري مش عوايدة عم أنا عندي أخبار حيلة مبارح ما روحتش إلا لما لقيتك الشقة المناسبة طبعا هو أنت لسه مصمم على حكاية الشقة دي أصلي يا ربال هادم من أحلام الكبرى أني بقى لي شقة خاصة بتاعتي لوحدك كم حدة سكر سبعة طبعا لك حق أن يكون لك شقة لوحدك مش كده والشقة دي فيدي وشقة الراحة من زمالك جنبك تحب تشوفها أوي حرب سواجي معك ما فيش داعي مش عايزين متحبك يلا بينا يلا بينا أنا جاهز ايه رأيك في الشقة في العمارة دي اه بتطل على النيل وسعرها معهول جدا بنت ألف كده بس بنت ألف كده بس وأنا هاشتريها ولا عازكم فيه هو على رجلة هتشتريها طبعا هاشتريها إزاي بقى هاشتريها حطف الهوى هتفرد دلوقتي بسعبتي مع الجرام أهد راخش إيطة وروح أي حيطة أنا عايزة ها ها إفرد اللي تحتي هاب بهد شائطة شائطة بقى وحر فيه مزاجه كده أبقى أنا وضعي ايه متعلق أنا وشائطة في الهوى الجرام اللي في الدور الأرضي زرجينه معاي مرضيش يطلعوني مع السلالي أعمل إيه أنا دلوقتي أبقى أنزع على شائطة ببرشود بقى النظام كده دلوقتي كله تمليك إزاي أنا على التمليك بقى بقى أشتري بيت من بابه فلا يعني؟ فلا مش فلا ما عارفش بس ليبقى كل حاجة بتاعتي الأرض بتاعتي والسلالة بتاعتي والجرام بتوعي وبالمرة أبني حشها في قصة طوح قربي فيها شوية فراغ بدل فراغ بتاعيكو دي وكمان أعمل الفورن أعمل فيه شوية تعيش مراحرة بدل حشها بوزارة بتاعكو دي نظرية برضو بعض الدهر حكون دبرتها لك وبالمرة أجبها لك جهزة مفروشة بالسرعة دي؟ يا فريد بي بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبممتاز سرعة موسيقى موسيقى فراغ هذه خمس سلاف جنيه وهم مع المعاكمة مية وخمسين ألف أنا عديدهم ثلاث مرة متشكر الدر أمامي اني سجل بكرة إن شاء الله إن شاء الله ألف مفروغ مع السلاف مع السلاف أنا حرصت يا سيد فراغ تمام يا بنا تمام موسيقى متشكر موسيقى 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 ألف 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 مبروك يا فريد بي دي بي عالو هات هات موسيقى هات هات العمول اللي أخدتها من الراجل برا مية وخمسين ألف جنيه عمولتهم عشرة في المية بقى أنا عايز حمستاشي ألف جنيه دلوقت هات 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 ايوة كدة ايوة كدة مش تمقى قريب وحبيبي والسمسر عليه لا السمسرة إيه د أنا كنت عملها لعبة عليهم موس كدة واقول لنا أخده منهم أحسن من عينيهم مأنا بقول كده برضو بقولك إيه نعم ما تخلي طعم الشغالين والبواب زي ما هم ايوه ونثبتهم ماكوزه هراب استرايح انت دروازي وأنا جيلك بكرة بقولك ايه يالا ايه يالا ايه ملتك ماهوه عايزي ابن زينا ساعة المرهبية وحنما يبيط بروسي الشمس التامي بين الاطلاع المشكريني والتي فات викالة أهلاً يا رم رم هلم من ايدو دي وانت رامرم رامرم؟ قالها اسمه دلعي جنم الف مبروك عالبي الله انا خدت النهرة من عبدالجواد حبيت اكون اول واحدة تانيك عشتي يا رامرم الله يحفظي انت عندك ايه الليلة؟ لا بقى ان الليلة دي في تجلي ما بعده تجلي ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد ودي يا مسايد دخليني حاجاتي خط البيه قال له ايه الحاجات دي كلتها الجواب؟ فاريد بيه الاطريفي لازم يظهر في مدهة الاباة الاموان مش اباها من اباةه يعني بردو يا فاريد بيه ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم قل قولي يا عجوان انت حسيبني في مصري كده من أربع حطان لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناة للخيرية، كننت الحيوانات متحف الزراعي؟ بقى انا جايب الفلاحيين، توهديني متحف الزراعي؟ يا رجل انت انا عايز حاجات من بتاعة الناس العتاولة دي ايه يا خلبوس انت ايه؟ انا جاهز واني كمان جاهز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أfirma دمت خافية قوي اسمك ايه؟ فريد بلغى طريب المليونير العظيم قمت قمت بالعظيم وان لا في الله بني اشتركوا في القناة 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 يلا اشتركوا في القناة اهلاً اهلاً اشتركوا في القناة 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 يا بنتي اشتركوا في القناة 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 أهلاً 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 يا مالاً أيها المصرفية بالخير أول دفع تنسى القصف يا سلام يا رجل تعرف أنك كنت خافة يا موت لما قلت لي القمر أسبب ديئ كنت خافة لحسن تدوس على رجل شوفي بقى إحنا لما نحب ندوس ندوس ولما نحب ما ندوس يا ما ندوس العالم خلاصة هاوي بقى ده أنت ببقيت حاجة تانية خالص بس أنا من جوايا غلبان غلبان فالحينان اللي كلها شقاوة جي غلبان؟ كده؟ من اللي بيرقص معنا ليمان ده؟ ها؟ من ده فريد بلغة طريفي مليونير تجوز؟ عازب ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت نفسي ان عندنا بنت؟ طي ما البنت تجوزت؟ انت جاي تقولي الكلام ده النهاردة يوم فرحة؟ فرح الندامة؟ هو ده عريس كنت تجبه لها؟ طيب خلاص خلاص على عموم لازم تتعرف عليه نديره البنت التانية البنت التانية عندها تسع سنين همال واستناها؟ عقباك الدوشة دي؟ جيت هايلي علاكي مش عارفة نامي بس المخدم ريحاني اه طي ما تيجي ناخد المخدم والروح ازاي ما تشوف؟ كل كده يالله حلو تعمل شركة مانسور شبورلي عن وصول اول دفع من سيارات شبورلي سايتاشن وقد كان اول المستلمين السيد الغطريفي يا زيند يا زيند ايه؟ 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 مش ده شبه شعبان؟ شعبان مي؟ من اللي حاجب شعبان في التليفزيون؟ ايه؟ ايه؟ ليه لا، هو كم من بيت اهلك يوه، نخلق من الشبهات بعيد؟ لا با، شعبان، انا متأكدة هم تكا تكا هم هم تكا تكا هم هم تكا تكا هم هم تكا تكا هم هم تكا تكا اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة من فضلك ايوة ايوة انا بس مشغول النهاردة يعني هاي.. يعني فرصة تانية فرصة تانية هاي، أنا جايله من آخر الدنيا ولازم اقبله النهاردة ضروري أنا ماري خوشي أفندم هو عبد المغفل ما قال ليكيش مش عايزيني النهاردة ولا عايز يسترزقه بس جره يا ست انت وانا جاش حتمنك ولا جاش لكو الغسير لا يا عاف انت هرفع من ذلك يو يا ست من فضلك هو ايه فيه ايه الدوشة دي زينة يعني انت مضبوط زينة خش يا مسيد امرك يا هيل تعالي زينة تعالي كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التليفزيون هو انت يا شبال لكن قلبي المؤمن دليل انا كنت متأكدة ان اللي شفتو بعنايا في التليفزيون هو انت ايو انا انا يا زينة هو وايه الحكاية ايه اللي حصل كنا فينكن فين حقص stacks م romc امرك امرك انا متوركاش ايه الحكاية انت ما قلني شغل على حاجة واحده بس انك نازل مصر الدار علي شغل ايو ما انا 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 User تعالي بس تعالي تعال يا زينة تعال تعالي عوضي ولقيت شغلي يا شعبان اه 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 طبعا احمل ايه لقيت شغلة اهل عظيمة اللي انت لقيتها دي شغلة اهل اللي تخليك تعيش في القباها دي ما بين يوم وليلة او هتقولي انك لقيت خاتم سليمان ولا وريس تخلك اللي مات في اسطنبول بس لعصر الحوادد ده انتهى حوادد ايه يا زينة بوخيال ايه ده انا اللي حصل لأغرب من الخيال انا جالي عبدال اه 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 انا مو مش وقته هو انا حابا اقولك بعدين يا زينة تقولي ايه تقولي ايه وتعيدلي ايه انت ايفند بكل اسف سرقتلك سريقة ايه با زينة وانا كنت حرام ولا كنت حرام خلاص بلاش تبقى اختلصتلك اختلاسة اختلص من ميه من الاصلاح الزراعي اختلص منه ايه شوات برسيم ده اني بصيفه في الجمعة اقدم ازنيت الاصلاح الزراعي بتلتوش طب فاهمني فاهمني لما انت منتش مختلص ولما انت منتش سريقلك سريقة ولما انت بتكسب بالحلال اوي كده ايه العيشة المفنجرة اللي انت عايشها دي اه لما انت لما انت لما انت عايش بالحلال ما قتلش البلد ليه يا شعبان ميت سؤال يا شعبان مش لقيالهم جواب ماني اه مانا كنت جايلك بس ماني حقولك اه اه انا كنت عجيلي بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي وان اه ما تيجي بقى يا حبوبي فربنا فتح علي ربنا فتح علي اوي 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 ربنا فتح علي علي اوي وانا كنت جايلك بس اللي حاشني مش اه فيه صوت جاي من جوا ما ما فيه صوت اه بس انا حقولك الصوت ده جاي من ايه الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارف القاهرة مزدحنة بالسكان والفيلا في مصر كل فيلي جنب الفيلا التاني فتلاقي الفيلا الملزقة ببعض وبالتالي الاصوات تتداخل فكده تكيد جاي لك انت فكده انت عارف احنا كم انت عارف يا يا زينب احنا تلاتةة واربعين مليون تلاتة واربعين مليون نسمة يعني ربعمية واثنشة طفل في الديل ستالاف مية واثنشة طفل في الساعة اثنين وسبعين الف طفل ABOUT بيتولدهم في اليوم فتقوم تقولي الي فانا كنت جاييلك انما اللي حاشني حقيقي يعني اللي حاشني يا زينب ان ان انني كنت يعني باختبال حضرتك يلا يا حيل تعالى بقى الكسافة السكانية يا زينب بتخلي الناس تهجب يعني شوفي بتقولك يلا يا حيلو تعالى بقى لان الزحمة تخلي الناس تقول يلا يا حيلو تعالى بقى من قط الزحمة يعني هو دلوقت يعني مش الصوت ده جاي من جوا لا ده جاي من الزحمة جاي من يلا يا حيلو تعالى بقى لان الناس بتبقى هجة ببعض وزحمة ببعض فتقولوا يلا يا حيلو تعالى 412 مليون طفلي في الديقة زينة أنا كنت جاهلك يا زينة إنما اللحاشني حقيقي يعني يا روح قلبي من جوا ما أقول لك يا روح قلبي من جوا لأن الكسافة السكانية من جوا منين بقى لأن الناس زحمة ففي ناس قاعدة في حتة جوا قوي فهم الناس من يعاوزين يهجوا من الأكلان اللي هما فيه أم أقول لك يالله يا حلو تعال بقى 412 طفلي في الديقة زينة أكلان يخلى الواحد يقول يلا من جوة كده يلا من جوة تعالى بقى فأه آه شعبان نعم ايه السر اللي انت بخبيه عليا يا شعبان انت عايش عيشة غريبة قوي يا أخي ايه ده انت عايش عيشة زل اللي بقوله عليها لا يلاقي حامرة حامرت ايه وخارت ايه يا زينة ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده عيب انا مش بتاع الحاجاتي وانا لا اسمح مطلقا ايه الحكاية ايه التأخير ده كله ده اصلها يعني اصل العل لما قيت ولدهم بيفوروا على طور فتلاقي جسمها فاير مع ام هي مولودة دلوقت يعني مولودة في ساعتها فدي كسافة سكانية يعني فيا زينة انا عايز اقولك على حاجة انا مش عايزك تسيء الظن بيه مطلقا ايه الحكاية مش عايز تيكي ولا ايه دي لسه مولودة دلوقت اهو لان حتى بناها لابسة البابيتة بتاعتها هي بتبقى بيضة في العل بس ام ابقى جسمهم فاير من كسافة السكان ربعمية واثماشرة الفيديو مليون عايز مليون عايز زينة ما انا حاول ده كده اقول لك كسافة سكانية يا زينة ما تسيب انا مشي وتيجي بقى دي لحظة من غيرك ملهاش طاع ايه شوف مش هما بيقول لنا احنا ربعين مليون لا احنا كلنا عشرين مليون واندي العشرين مليون التانيين فكسافة سكانية يعني شعبان البني ادم اللي كنت عرفه خلاص انتهى خليك انت في عشتك الفارغة وبقابلني قاهمت بولي Kiwa واخدها مني كلمة حكمة منفتق دي متاه يشعبان زينة زينة six عليا ما حاولك فرمت بصوله جاك يا زينة مانك عالا PEW انا قا qualche قاهمي امشى من الق deseم واهاك ام اشتركوا في القناة 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 لو كنت أنت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنت اشتنلت مليون جنيه بس إنما اتضح لك أنت عبيض جديد في الصناع يعني مش عايز تفاهم بالزوج يا ابني أنا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله أرحمه ما فيش قوة في الدنيا تثبت عكس كده تيجي أنت منطال بساطة و... تفضل مع السلامة بعد ما جابلك البوليس هو لي خرجت كده؟ أنا ماشي مديك 24 ساعة تفكر إذا ما كنتش هتعقل أنا عقلك أنا هدفعك التمن غادي هخليك تندم طول حياتك وما فيش سلام عليكم فيش سلام عليكم فيش عليكم السلام موسيقى 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 يلا يا بينا إحنا هنسيب الناس عادي موسيقى 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 عاوزيني أقول مبروك بقى؟ أقرأ الأول يا عبدالجواد تقرأ ايه؟ امدي وبعدين تبقى تقرأ ده مصلوح العمر لا أصول برضو الواحد يقرأ الأحسن الأول هنقرأ الأول هنقرأ الأول البائع البائع يدعى الجواد 300 جنيه عن التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ أنا العملاء دي مش متطم الله شكلها كده نصبا والصاحب البيت شات ونصار وانت كمان نصار يلا يا حبيبي يلا يا أخوة مليش مفيش شاي كمان؟ يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا أخوة يلا ما التنعش معايا ما التنعش يلا صدروا مع السلامة يلا بيستخدمين موسيقى الأستاذ فريد الغطريفي أنا يا فريد الغطريفي حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي طيب اتفضل معنا حضرتك هتفضل معك وفين خير؟ معايا أمر بالأفضل عليه؟ بالأفضل عليه أنا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم متهم انت يا أخوة؟ استنى لما نشوك لي الحكاية نيابة؟ نيابة ايه؟ لو سمحت تفضل معنا نيابة ايه؟ نيابة ايه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم نيابة ايه؟ نيابة ايه؟ نيابة ايه؟ نيابة ايه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم يا سيدي استنى لما نشوف المصيبة الأول وبعدين نقول محمد عز المحامي حاضر عن المتهم اتفضل حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه طبعا فريد الغطريفي افتح المحتر معك بتهم؟ طبعا معي بتهم حمش من غير بتهم يعني طبعا ياما أبدا الاطلاع على المتهم انتضح عنه المطلوب فعلا اسمه فريد ابراهيم الغطريفي المواريد الإسكندرياق اسم محرم بيه؟ وعلى هذا القساس خررنا حبسه اربعة ايام لدحيل حبس اربعة ايام حبس اربعة ايام دا ايه؟ يعني كده اللي احم ولا دستور مش عارب ايه كالاول جريه فريد تسعة سنين الناسي كالا عملته ولا فكرنا نحننسينا تنسوا ايه وانسى ايه؟ يعني انا مش يامح حاجة في حكم غيابي صدر ضدك بالاعدام اعدام اه اعدام اه اعدام اعدام اللي هو يعني اللي تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت الرقص اللي قتلته نوال نوال انا قتلت نوال نوال مين نوال مين واعدام هي بيه انا انا محمد عز المحمي حاضر على المنتقم يقص في عرض جاء النبي تبنيل وتصع بيقوله ان اعدام ورقاصه تقول لي متحم اه خدم اشيوش على حاجز انا يابي خدنا على فهم حاجز ايه اتفضل انتقم ما تقولهم عاجي ايه اتفضل ما تقول حاجة محمد عز المحمي حاضر على المنتقم اتفضل انا من أخوه انا في الدفالك فاني محمد عز المحمي هنشتقوني! 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 امشي يا شاك! احنا معلناش حاجة بالمرة احنا بعيدة عن كل شبه لازم اعصابكوا تبقى زي الحديد وإلا هنروح فداية كلنا احنا معملناش حاجة! وإحنا ملنا! انتي متخرفوا! شاحبان الزلق نفسها يروح فينا احنا بلق علينا! احنا بلق يا مغاوري! شاحبان ابتهم الوجود خالص واللي اتقابد عليه فريد كل الاوراق بتزبط كده اه مزبوب! السبات مطلوب! انا شخصياً هاروح له الحبس عشان اخضر احصابه فريد قاربنا! لازم نقف جنه في الورطة اللي هو فيها زيئة الرقاصة بقى تبقوا عارفتين لنقفة الرقاصة وتخرجوني فيها ما يلمقش جمت قلب هجمت قلب لحد يبدأ لحد ما لقى عشناه يطير رقابتي ولا حيطيرها ولا حاجة المحامي عامل معرضة وحيقلب محاجمتها الثاني وحاجمت تقومت ايه؟ تقومت اجل الرقاصة؟ طبعاً طبعاً ده ايه؟ هو انا اعتلتها؟ هو انا احرطها خالد؟ يا فريد! حتتعدل! حتتعدل؟ حتتعدل لابد انت؟ ايه؟ ايه؟ تكونش الكادة على الجالي ده؟ هو فريد؟ قال لي جالي؟ واحد جالي كده لا بدأ قال لي انه فريد انا افتكرته نصاب يبقى فريد عايش هو فريد يبقى عايش ما ماشي يا فريد ما تخليش استنى تهزك اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد انت فجل عبيت ولا عبيت انا يا عمي هعترف يا روح ما بعد فروح انت اخينا اللي مقرر عايش ايه؟ انا عايز احترف الوكيل النيابة دلوقتي اوحل يا فريد يا فريد من ازف انا عايز اقب الوكيل النيابة دلوقتي هاجبلك الوكيل النيابة من دلوقتي الصبح ان شاء الله اتفضل معي على الحج يا سعد البيت انا عمري ما كنت فريد انا شعبان وادغ البان تافئ من عملة الشعب ما اعرفش حاجة انا في الزاد ده ما اعرفش اتفرج على فنخة ماتبوح ببقى لقول لي اعمل فريد عشان خاوتوا الحكاك الوينثوا للفلوس انت من شعبان وقال لي واحد بداءة كلا هو فريد غطيرك انا عوضي وكنت فريد انا شعبان بتقولوا عمكي بواق يا حاول لله يا رب لا حاول الله يا رب اقول له ان انا شعبان والي حاول الله يا رب قولو لي يا سبت الندماء قولونا يا بعمين اهدى يا فريد اهدى يا قولنا كده شعبت مدوري قولهم جاوري بعمين قولوا ساجد ليه أي وانت اللي تعرف كل شيء، قول لهم بأنا بأمين إما أنت كريم يا رب إما أنت حي إما أنت يا رب، هو نطلع عليك يا منتك يا سعدت إسمع يا فريد إحنا واخدين على الأوانتة دي كويس إنت عايز نفتل من عدلة؟ خدوا أشيوش على الحبز حبز إيه؟ حبت تجديد المحاكم أو تأييد الحكم لا حول الله فضل، أتبطل روحي، يا أخوان أنا شعبان فضل أنا شعبان، يا أخوان، أنا حلام عليكم يا رب، يا رب، يا رب، يا رب لماذا شويش؟ أنا عايز روح دور طول مياه وإذا رأيته؟ ما الوقت وإمتى يعني؟ حبكت دلوقت عايز روحي اتفضل يا سيدي سيدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أدور على أي أوراق تثبت إن أنا شعبان لماذا عملت في نفسك كده يا شعبان؟ لا استعجلت ليه؟ هي الدينة حلوة اللي بشقها هو ده وقته يا زينب يلا يلا نشوف أي أوراق ولا أي حاجة إيه ده؟ مرفونا القفل كان على الباب ده مرفونا منجوه كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غير إزاي؟ أعوز حاجة؟ حلوة أعوز حاجة؟ دي قطي قطك إزاي؟ أنا اللي بمجرها من صاحبة البيت مجرها إزاي بقى؟ طيب وحكت اللي جوة حكتها يا شعبان حكتت هفلي على الباب وسيب القوضة واقف يا ستة أنا مش لسه مقاجر القوضة وقت دلوقتي مقاجرها وقفلي وغيرك مش لقي حتة يتوا فيها قل قوانت وزارة الإسكان بصلحت القواه العاجل انت مالك جاكملة لما تململة لما كانش عاجبة أعلى ما تخلق إركابه في الستين داقية القوضة أنا عايز الحاجات بتاعت اللي كانوا تجوه حاجتها؟ شوية الكراكيب؟ يا ستة أنا حر حاجاتي ولازماني كل واحد حر في كراكيبه بيحتوهم لانتهى الربابيكي يا سلام وانسي أنا من حقك تبيع حاجة غيرك؟ ايه؟ أما له يا ضنايي أما أنا أخدوا الأجرة مني يا ضنايي يما يلا يا شعبان مفيش فائدة خلاص يا أختي أعوز بالعافية يا عافيك يا أختي كراكيبه الكراكيبه كراكيبه يا مكراكيبه تقعدوا خلاص خلاص يلا يلا يا شعبان 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 يا ابني أنت مولود من زمان أول من زمان أول ده ايه؟ أنا على هال المولود بعديك بمئة سنة صفحتك مش موجودة وما فيش ما يدل على أنك اتولاد ما يدل على أنك اتولاد؟ ما نقول ده يا فوق؟ يا ابني أنا قدامي أوراق بحكم من وقعها وقعها ده ايه؟ يعني أنك متوردتش؟ يعني أنك مش موجود؟ موجود مش موجود أنا ليه الدفاقة اللي قدامي متقدر بنا يا سيد خلاني نشوف شغلينة ماذا؟ تعلم شو هتتتحل هتتتحل يا شعبان تعلم أثبت إزاي أنا شعبان أثبت إزايش؟ يلا على الإصلاح ها؟ 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 ماشي ماشي يا فنم ماشي بس يا سعدتلبي أخرص خالص أوراق إيه أنت بتسعليه؟ أنت كنت تثبت عشان يبقى لك أوراق طب يا فنم أي وصلة سعدتلبيه بس يثبت إلينا شعبان أخرص ملكش عندنا أوراق أنت باليومية يا حبيبي باليومية فاكر الكرافطة اللي انت خدتها؟ معقول دي أحلى جرافطة شفتها في حالة أنت لسة لبسها من ويها أنا أنا يخوفوا بي العالم فشر فشر يا فنم أنت أصلك مرد بصش في المراية بص في المراية حضرتك هتلاقي ترافولتا قداما أنت أحلم ترافولتا دي بتقول إيه؟ طب مع السلام يلا يا حبيبي الطابة مفيش فايدة يا فنم ده أنت ترافولتا يا فنم معليش معليش يلا مع ألف سلام مفيش ورق يعني؟ لا مفيش الجرافطة دي زينينا وإنت لترافولتا ولا حاجة أنت برضو بيخفو في جلال ما تزعلش يا شعبان ما تزعلش ضروري هنلاقي حل حل فين بس يا زينك مليكش قريب؟ مليكش حد من أهلك الطيبين؟ هناك ليه حد ليه؟ هي خد تنفيسي يا خاني يا مجيبا يا خاني يا مجيبا يا خاني يا مجيبا يا مجيبا يا خاني 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 نفيسة ماتت نفيسة ماتت عاشت 92 سنة ما تموتش للنهاردة تعالي يا عالم ياهو أثبت إزاي إنا أنا شعبان إني عارفة؟ دي حاجة بقيت تحية اللي ما تصابولك ورقة واحدة تنصيفك يا شعبان أنا تقعبتك معايا يا زينة أخص عليك ازاي تقول كلام زي إيه؟ تعالي عوضي هنا أنا تعيض، أنا أحسن نتاية زينب ايه؟ أنا مريش حد غيرك في الدنيا دي يعني هو أنا اللي ليه حد غيرك يا شعبان المهمة دلوقتي حدبت فين؟ مش عارف لا، ما هو أنت لازم تلاقي حتة تستريح فيها وتتداري عن أنظار البوليس زمانهم دوعة تبدو هروا عليك والبوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه؟ برضو الشعبان دولهم طرقهم أنا رأيك اسمع ايه؟ تجيش أخبيك في الساقح بتاعنا؟ آآ بايخة؟ طيب أقول لك حال عارف الست اللي كانت ساقنا دورنا قولك ايه؟ ايه؟ أنا حننفي زربت البهايم بتاعة الإصلاح تنم مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ إصحابي، عارفين من أيام ما كنت باشتغل معاهم في الإصلاح يلا، يلا رواحي أنت مع السلامة وأنا هتصرف يلا يا زينب يعني هل حقلق أي ستزربة؟ يلا، مع السلامة وأنا هتصرف عشان ما يلقوش حليك في البين طيب، مع السلامة يا شعبان مع السلامة يا زينب مع السلامة ايه؟ معلش يا أخوانا حتضيفون اللي لا دي مش عايزكوا تتضيقوا ما تعملوش تكليف والله أنا بحسدكوا على أنتوا فيه ولا على بلكم حاجة وكلين وكلين الأكل يجيلكم لغاية عندكم مش كده ولا فيه حق ولا فيه تصارع والمكان أي حدة تناموا فيها مطرح رجليكم تناموا على طول لا شاء أربع قوض ولا صالون ولا صفرة ولا مطبخ سلستيل ولا موكد من الحد للحيد الله ينعل أبو الفلوس ما كنت عايش كويس يا شعبان ما كنت عايش كويس أنت اللي جبت الراحة يا ختي يا ختي خد ابنك وخش جوة لا عشان ما عماليش الوراة رحفان يا زينب واحدة صاحباتي أمه في المستشفى راح وديها لك من الكده يا بنتي لما يشوفك خاطيبك وانت خرجة من الكده بني عليك ايه يا خطيبي ها هردو اللي ويز طب يا زينب لما يجبوك يعني بشغله معك طب وني مالك هرين يا ختي خياتين إنت الأخرى خد ابنك وخش جوة يا ختي كنت حسيبك تنم من غير عشاء يا زينب تعرض نفسك للكلام على شاني لو حد شافك معايا في الزريبة في بلدنا دي تبقى كارسة ولا يهمك المهم انت هتعمل ايه مش عارف مش عارف يا زينب بقولك ايه انا لو كلفتك بحاجة خطيرة تعمليها انا عشان خاطر عيونك اعمل اي حاجة في الدنيا يا شعبان هاروح في ستين دهي طيب طيب انا عايزك تروح الفيلة بتاعة اللي في مصر هقولك على مكان الفلوس تجيب اللي تقدرها عليه والتاني الجاي ايه الفلوس هتنفع باقي يا شعبان هتنفعنا في الحوصة اللي احنا فيها يا زينب وانت هتفضل هربان على طول انت لازم تشوف لك حل طب ايه الحل؟ مش عرفني بس انا كمان مش عارة كبوس كبوس يا زينب اوامي اوام رواحلت الوقت اوامي مش عايز ازيبك انا كمان انا كمان يا زينب مالجيب القبلة في الحوصة اللي احنا محدسينها بهيه يوه يا شعبان يلا الله مش الزنة دي للجدع اسم شعبان ايوه هو ده مش معقول يا ابنيل ايه 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 تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان مش اسمه فريد اسمه شعبان يا جدع انا بقولك اللي مكتوب قصادي انت عتي جزة بالحكومة الحكومة ده عرف اكتر منك وماني هو الجرمان بيجدب بدان بيقول اسمه فريد بقى اسمه فريد هو عمل ايه ده قتل قتل واحدة رقاصة بقى كان يعيش معانا ومسمى نفس الشعبان وهو اسمه فريد ده مجرم خطير ايه الغريب المكمى عهم بارك وهالايه؟ مرحباً لكي تفتح. إذا كنت أتوالي؟ أهلاً لكي حمال. فريق! دها فريق يا نجاني! فريق اللي جات على الرقاصة! امسك ياهلي! اезжي ليهلي! حلق الان! أنا حاولكم! أنا حاولكم! أيه! سلعة كل حاجة! إيتم إبيon أسسي! دها فريق اللي جات على الرقاصة! أنا أفعل كل حاجة! أنت من حاولكم على كل حاجة! أنتم أو أصدقون! التشفين ليون فهمين أي حاجة! الط shovel!!! فلانت فيلوا من ده بحدث الوكيد! أنا أقولكو على كل حاجة! ايوه! طيب عال! اهو البيه الوكيل اهو! ايوه! قلوهم بقى يا بيه انا بقى مين! الله! بقى تضحك علينا المدة دي كلها يا قتاني القتلة! وتسمي نفسك شعبان! يا بيه انا شعبان فعلا! الموظف في الصهرات اللي اشتغلت معك اربع سنين! ما انتش فاجل لما كنت بهاي ساعةك واشدك بالجرافاتي! انت سيد! سيبك بالكلام ده كله! انت اسمك مريم! وصورتك في الجرنان ايه؟ الجرنان هيجذب! ايوه يا حادث الوكيل! باساسياتك مش واخد بالك! ده شعبان اللي كان موظف عندنا انت ناسيه! انا هشرح لك اصلحة صلى الله عليه وسلم! يا بيه انت سيبك بالكلام ده ما توديشي! بنابسك في دهن يا ده مقرم! يا خلال انا شعبان! يا ايقوا يلا 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 اخدو عنه! انا استعمالي! يا انا انا شعبان! يا انا انا شعبان! ايقوا للحلويات الفاخرة! الفاليرو! الفاليرو! اريت المكتوف في الجرنان! اه اريتو! جالت كلامي! ما كانت لازم تجازف وتيجي مصر! مجازفة ايه؟ بالعكس! انا دلوقتي في امان! نصاب الانتحد شخصيتي! واخد صروتي! اخد معي الحجم بالاعدام! افرد واحد شافك وعرفك! طمنا! لغاية مسافر مش هخرج من هنا! خدر! 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 ناني على شهود! الجدع ده جاني من اربع سنين! هو مين؟ هو ايه؟ ما عرفش! لكن بقى تطوراته كانت غريبة! واول ما شفته كده قلت الواد ده مخاب بحاجة! هي ايه؟ ما عرفش! لحد بقى ما قرينا حكايته في الجورنال وعرفنا كل حاجة! هو قال لنا ان اسمه شعبان! وعرفناه على كده! انما اصلوا فاصلوا العلم عن ضلاء يا ساعة البيت! والجورنال بقى نسمه فريق! والاهراب ما يجذبش يا ساعة البيت! ما كانش بيدفع اجره ابت! يا ستي خلينا في موضوعنا! ام هلتهالي كلمة حكمة! ملكيش دعوة بحاجة! يعني يا اولاد ملكيش دعوة بحاجة! ايه؟ وانا شعرفني كنت رمضان ولا شعبان! وانا كنت دخلت سريرتك! هو قال لي اسمي شعبان! شعبان شعبان! يا حضرة القاضي! الله ناسية! احنا ورانا عيال! مش عاوزين مسؤولية! ده شعبان ولا مش شعبان! الله واعلم! انت قدرس حتى البيت! طبعا فريد! احنا حنتوح عن فريد الغطريفي! ده فريد ابن المرحوم الغطريفي به! طول عمره متربي معنا! انا فريد برضو يا مغوري! يا مغوري! يا مغوري يا ابن المغوري! يا مغوري! لسه مش عارف ايه الحكاية! تعرف الشخص ده! الشخص ده محكوم عليه بالإعدام! يا مانت كريم يا رب! كل ده كلام فارغ! ده شعبان! انا متأكدة انه شعبان! فريد ايه هو رغصة اهل اللي حيقيت له! هو ده يا رفيقة البرص! هو شعبان انا متأكدة انه شعبان! وسيادتك بقى متأكدة من ايه؟ يا الناس بتتأكد من الناس ازاي اخواتي! هو شعبان وخلاص! ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة! وبعدين يا استاذ! هيتضيع بالشكل ده! مع اني والله 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 متأكدة انه مظلوم! وأنا كمان! طيب ساكت ليه يا استاذ! ما تقول لهم! ايش هيست دوني! لازم اجيب لهم دليل! دليل! ده نحن غلب حمرنا! هو في خيط لكن خيط ضعيف شوية! انما ها امل وكل متوقف على انه شعبان ما بيجزبش! والله ما بيجزب! والله العظيم تلاته ما بيجزب! أنا هحاول أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان ورحمة أمنا شعبان شعبان إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد يا سعاد البيئ يا سعاد البيئ دل الصبيل هم غرروا بي وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف أنا مليش دعوة أنا شعبان هم عملوا كده عشان نلهافوا الفلوس وأنا كمان لهفت الفلوس ما أنا لهافت شوية وهم لقفوا شوية يعني أنا نصاب الحكومة تاخدوا اللي لي تاخدوا اللي ليكم وأنا نصاب احبسوني بس قالت لأنا ما أعتقد أصي جالي واحد أنا هقول لحضرتك جالي واحد اسمه فريد الغطريف أنا عرفت أنه هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكاية بعد كده كان عايز يتنصص معاي أنا مليش دعوة أنا أنا غلبان عبد الجوادة يأكل نالي النبي وعلى رأيي من قال لا تكن أداة في يد من يغرروا بي وعلى رأيي شعر الربابة سابوا البرضعة يا بوزيت ومسكوا الحمار وأنا حمار أنا حمار يا أخواني أنا حمار سرعوا الشندوق يا محمد وأنا حمار يا بي سيد الرئيس واضح أن مواكلي مصاب بلوسة فأرجو تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتحقق من ذلك اسم ساتك ما هو موجود عن ساتك يوسف يوسف نورتين ساتك موسيقى في حاجة فينس ستاني شوية ما فيش فيد يعني اي ما فيش فيد أنا خيرت يان من دوء إس منوز لازم تكون هنا بانك ما فيش يبغر سمتون هنا المرتبة؟ احنا مدورناش في المرتبة. ده فلاحه لازم يكون شهر الفلوس في المرتبة. الفلوس. عادي الشرطة عبي. البهواز واللسلم يتجنف لنا. تر Limpa. dental only. تجنب. الأن. يجري! المطلوب. مالذي؟ 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 لا، أنا حر فيها تحاضي معنا على اسمه ولكن انت عزوا هنا اسم؟ أنا عبد الكواد به الغطريفي لا، استماح، تحاضي معنا على اسمه ولكن انت عزوا له هنا طب، هناك نفسه معنا؟ خضر شعبان، شعبان، مبروك يا حبيبي خلاص، المشكلة تحلت مسكوا فريد الغطريفي في المطار ومسكوا كل اللي شهدوا ضد أجزور ورموهم كلهم في السجن خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمر وسبوا البردعة شعبان 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 مين يا شابة؟ أنا فريد، فريد الغطريفي تجننت ولا ايه؟ اه، 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 اه اه، يا شعبان احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات باي، عليهم هم؟ ولأ تعمله عليهم لأي؟ وخلاص المشكلة تحلت اسمك، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصر؟ قدهم يا أخوي حيحاكموك بتهمة النصر؟ وتخش السجن سنتين ثلاثة ويتلمش عملينا بقى يا شعبان ؟ يا ناحا لقايباني طالي مع السلامة يا شعباء مع السلامة يا زينب سلامة خلي بالك من نفسك أمان عليك يا زينب كل مغربية وحينما يميلي قرص الشمس الدامي بين الأطلال اشكريني ايه زي فدر حموة بالظفر وان زي عمال حمس مع السلامة مع السلامة يا زينب مع السلامة شكرا